السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معانا أهم عنوين في الوقت الحالي تعالوا نبدأ بعنوين الأخبار الجيش المصري يعلن تنفيذ عملية خطيرة وكبيرة في سيناء ومصر ترسل طائرة عسكرية إلى الولايات المتحدة ومفاجأة لكل المصريين في البحر المتقصد تفاصيل العثور على بئرين جديدين وعاجل بأوامر من الرئيس السيسي بناء سبع مخازن استراتيجية عملاقة في مصر دي كانت العنوين معانا في الوقت الحالي تعالوا نبدأ في التفاصيل ولكن قبل ما نبدأ في التفاصيل معكم إسلام من قناة مصر ميديا اي اي بي فويس اوفر بتنسوش عشان يجيلكم كل جديد إن شاء الله الأخبار العجلة تضغطوا على زرار اللايك أسفل الفيديو والضغط على الزرار الأحمر أيضا في الاشتراك في القناة عشان يجيلكم كل جديد إن شاء الله وتعالوا نبدأ في تفاصيل أول خبر معانا الجيش المصري يعلن تنفيذ عملية خطيرة وكبيرة في سيناء أعلن الجيش المصري عن تنفيذ قوات حرس الحدود عملية تمشيط واسعة في شمال سيناء دمرت خلالها عشر أنفاق وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية إلى أنه تم ضبط 318 بندقية مختلفة الأنواع و3.5 مليون قرص من المواد المخدرة و60 طن من نبات البنجو والحشيش المخدر كما أعلن عن ضبط 7 بنادق قناصة و6 بنادق آلية و2 رشاش و300 بندقية خرطوش و3 مسدسات عيار 9 ميلي فضلا عما يزيد عن 300 ألف طلقة مختلفة الأعيرة كما تم ضبط 4.5 طن لجوهر الحشيش المخدر و3.5 مليون قرص من المواد المخدرة و54 طن من نبات البنجو و46 كيلو من مادة الأفيون المخدر كما دمرت تلك القوات 100 مزرعة لنبات البنجو المخدر بجنوب سيناء تقدر بمساحة 93 فدانا و866 مزرعة لنبات الخشخاش بمساحة 668 فدانا و2434 كيلو جراما من بذور البنجو والحشيش المخدر كما تم ضبط 9 مصانع حشيش تحتوي على 7 مكابس لخام الحشيش كما تم ضبط 14 هاتفا للاتصال عبر الأقمار الصناعية و880 جهازا تستخدمها العناصر الإجرامية في تتبع خط سير المركبات وضبط 56 جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن وأكثر من 71 طنا من الحجارة المخلوطة بخامس ذهب و77 كيلو جرام من المشغولات الفضية و228 ألف كرتونة سجائر مهربة ثبتت بالتحاليل احتواءها على مواد مصر طنة وضبط 122 ألف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية كما نجحت القوات في القبضة على 300 فرض من المهربين والخارجين عن القانون كما تمكنت من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود ل4710 فرض من الجنسيات المختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة كما تم التحفظ على 271 عربة ومركبة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب وتم إحالة المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم المصدر الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على فيسبوك وRT منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر الهام يعني تعقيب حضراتكم مهم جدا ولو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ونسيت تعمل لايك واشتراك في القناة لي تنزل تضغط على زراء اللايك وزراء الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو عشان يجيلك كل جديد إن شاء الله وتعالوا ننتقل لخبر تاني في منتهى الأهمية معنا ومصر ترسل طائرة عسكرية إلى الولايات المتحدة تعالوا نعرف تفاصيل هذا الخبر الهام قال مسؤول أمريكي إنه من المقرر أن تهبط في مطار دالاس الدولي طائرة عسكرية مصرية من طراز C-130 محملة بالإمدادات الطبية وأشار المسؤول وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية إلى أن الهدف من المساعدات مكافحة فيروس كورونا قائلا إنها لفتة تهدف إلى إظهار التحالف الأمريكي المصري وتعد هذه الشحنات هي الأحدث التي ترسلها مصر إلى الخارج بعد دعم إيطاليا وبريطانيا وأيضا بعد أيام قليلة من تلقي مصر أربعة أطنان من إمدادات الحماية الطبية من الصين لمساعدتها على محاربة الفيروس التاجي وتعد هذه المرة الأولى التي ترسل فيها مصر مساعدات إلى الولايات المتحدة حيث كانت تعتمد القاهرة دائما على مساعدات من واشنطن منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل المصدر من صحيفة واشنطن بوست وار تي منتظر تعقيب حضراتكم عن هذا الخبر الهام يعني طبعا يعني زي ما قلت لحضراتكم إن إحنا سعيدنا إيطاليا وبريطانيا ومؤخرا سعيدنا أمريكا فده شيء يعني كويس وإيجابي لصالح مصر تعالوا ننتقل لخبر تاني مهم جدا معانا مفاجأة لكل المصريين في البحر المتوسط تفاصيل الأصور على بئرين جديدين أعلنت وزارة البترول والصروة المعدنية في مصر نجاحها في وضع بئرين جديدين في البحر المتوسط على خط الإنتاج وأشارت الوزارة إلى أنه تم وضع البئرين ظهر سبعة عشر وبلطين جنوب غرب سبعة للغاز الطبيعي على الإنتاج بمنطقة البحر المتوسط بمتوسط إنتاج 390 مليون قدم مكعب غاز يوميا و1300 برميل متكثفات يوميا ونوهت الوزارة إلى أن شركة بيترول بلاعين بيتروبيل القائمة بالعمليات قالت إنه تم وضع البئر الجديد ظهر سبعة عشر بحقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط على الإنتاج بعد الانتهاء من أعمال حفر البئر الواقعة بالمنطقة الجنوبية للحقل وإكمالها واختبارها بنجاح وجاري حاليا الحصول بمعدلات إنتاجها تدريجيا إلى الطاقة قصوى البالغة نحو 250 مليون قدم مكعب غاز يوميا وتابعة الشركة تقع البئر في المياه العميقة بالبحر المتوسط وتم حفرها على عمق يصل إلى 5300 متر حيث وصل عدد الآبار التي تم حفرها في حقل ظهر بلغ 15 بئرا بواقع 10 آبار بالمنطقة الشمالية وخمس آبار بالمنطقة الجنوبية ونجحت الشركة في وضع البئر الجديد بلطيم جنوب غرب سبعة على الإنتاج بطاقاتها القصوى البالغة 140 مليون قدم مكعب غاز يوميا و1300 برميل متكثفات يوميا بعد الانتهاء من حفرها وإكمالها في توقيت قياسي لم يتجاوز شهرين ونصف الشهر وأشرت الوزارة إلى أنه تم تحقيق الخطة الانتاجية البالغة 500 مليون قدم مكعب غاز يوميا خلال سبعة أشهر من خلال حفر أربع آبار فقط ووضعها على الانتاج بدلا من ست آبار كان مخططا حفرها بما يحقق خطة وزارة البترول والسروا المعدنية في زيادة الانتاج مع الالتزام بسياسة تخفيض التكاليف وترشيد النفاقات ويشتعل الصراع بين مصر وكبرص واليونان من جهة وتركيا من جهة أخرى على ثروات البحر المتوسط حيث اتهمت مصر السلطات التركية بمواصلة اتخاذ إجراءات أحادية تزيد من حدة التوتر في البحر الأبيض المتوسط على خلفية إرسال أنقرة سفينة ثانية على السواحل شمال كبرص للتنقيب عن الغاز وتنفس تركيا منذ 4 مايو الماضي أعمال التنقيب عن الغاز بإذن من جمهورية شمال كبرص تركيا في منطقة من مياه البحر الأبيض المتوسط تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية كبرص المعترف بها دوليا وأثرت هذه القطوة انتقاضات شديدة من قبل جمهورية كبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر إلى أن تركيا أكدت مرارا عزمها مواصلة هذه الأنشطة بل وإرسال سفينة تنقيب ثانية إلى المنطقة المصدر RT ووسائل إعلام مصرية منتظر رأي حضركم في هذا الخبر الهام والعاجل جدا تعالوا ننتقل مع بعض الخبر تاني مهم جدا معنا وسر بناء سبع مخازن استراتيجية عملاقة في مصر بأمر من الرئيس السيسي تستعد مصر لبناء سبع مخازن عملاقة في سبع محافظات مختلفة بأمر من الرئيس السيسي وذلك لتوفير كميات كبيرة من السلع للمصريين وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أنها تجري مشاورات على قدم وصاق لتنفيذ مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية عملاقة بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وذلك في سبع محافظات وهي الجيزة وبني سويف وقنة والقليوبية والغربية والإسماعيلية والبحيرة الأمر الذي سيعمل على توفير كميات كبيرة من السلع تكفي احتياجات المواطنين طوال العام وأصرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي بأن التكلفة الاستثمارية لإنشاء هذه المخازن العملاقة قد تصل إلى 21 مليار جنيه وأشار الوزير البصري إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاستمرار في تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية على مدار العام وهو ما تقوم به الوزارة حاليا لتوفير جميع السلع للمواطنين بشكل مستمر ونواهت الوزارة بأن إنشاء مثل هذه المخازن سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمدة تصل إلى 8 أو 9 أشهر في الوقت الذي يكفي فيه المخزون حاليا من السلع الأساسية كاللحم والدواج والحبوب احتياجات المواطنين لمدة تتراوح من 4 ل 6 أشهر وكشفت الوزارة أنه جار توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أجيليتي والتي تعد سادس أكبر شركة على مستوى العالم متقصصة في إنشاء وتشغيل وإدارة اللوجستيات وإنشاء مثل هذه المخازن العملاقة وقالت إن الشركة ستقوم بتنفيذ مخزنين إحداهما في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة على مساحة 50 فدانا والآخر بمحافظة قليوبية على مساحة 50 فدان أيضا كمرحلة أولى على أن يتم تنفيذ باقي المخازن في المحافظات الأخرى تباعا خلال الفترة المقبلة بالشراكة مع القطاع الخاص وكبار المستثمرين وستوفر هذه المخازن 21 سلعة أساسية من التي يتم توفرها شهريا ضمن المقررات التموينية وتوزيعها على أكثر من 70% من المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم وغيرها من السلعة الأخرى التي ستطرح في الأسواق وأيضا قد يكون هناك أماكن لمنتجات الخضروات والفاكهة ضمن هذه المخازن مما سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على انخفاض الأسعار المصدر RT ووسائل إعلام مصرية منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر الهام يعني من المهم أن احنا نشوف أن في مخازن استراتيجية عشان يكون عندنا اكتفاء من السلع لمدة عام كامل وطبعا بسبب أزمة فيروس كورونا فمن وجهة نظري يعني تحية كبيرة للرئيس السيسي ومنتظر تعقيب حضراتكم عن هذا الخبر جينا لنهاية نشرة الأخبار كان معكم اسلام من قناتكم مصر ميديا آي اي بي ياريت في نهاية الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالضغط على زرار اللايك أسفل الفيديو والضغط على زرار الاشتراك الأحمر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته